بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين أبناء الطلاب أسعد الله أوقاتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات على قناة الأنر والفضائية درسنا اليوم بعنوان حل المعادلة أبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم درس حل المعادلات سنتعلم مفهوم المعادلة ومفهوم حل المعادلة ومن ثم كيفية إيجاد حل المعادلة في البداية دعوني أذكركم من خلال التمهيد التالي بالعمليات الحسابية الأربعة الجمع والطرح والضرب والقسمة ومع السؤال التالي أكمل الفراغ بالعدد المناسب خمسة زائد كم يساوي ثلاثة عشر ما هو العدد الذي إذا أضفناه إلى العدد خمسة يصبح الناتج ثلاثة عشر نعم إنه العدد ثمانية فخمسة زائد ثمانية يساوي ثلاثة عشر خمسة وعشرين ناقص كم يساوي عشرة ما هو العدد الذي إذا طرحناه من خمسة وعشرين يكون الناتج يساوي عشرة خمسة وعشرون ناقص خمسة عشر يساوي عشرة أيضا فراغ ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين ما هو العدد الذي إذا ضرب في ستة أصبح الناتج يساوي اثنين وأربعين نحن نعلم أن سبعة ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين كذلك ستة وثلاثون تقسيم كم يساوي تسعة ما هو العدد الذي إذا قسمنا العدد ستة وثلاثين عليه يكون الناتج يساوي تسعة ما هو العدد الذي إذا ضرب في تسعة يكون الناتج ستة وثلاثين بالفعل إنه العدد أربعة إذن ستة وثلاثون تقسيم أربعة يساوي تسعة دعونا الآن أبناء العزاء نتعرف على المعادلة ومفهوم المعادلة ولنبدأ بما يلي عزيز الطالب خمسة زائد ثمانية يساوي ثلاثة عشر هذه عزيز الطالب تسمى متساوية لدينا إشارة المساواة طرف أول على اليمين هو خمسة زائد ثمانية طرف ثان على اليسار وهو العدد ثلاثة عشر عزيز الطالب إذا استبدلنا العدد ثمانية بالحرف أو الرمز سين يصبح لدينا خمسة زائد ثين يساوي ثلاثة عشر في هذه الحالة خمسة زائد ثين يساوي ثلاثة عشر تسمى معادلة لدينا هنا المساواة على اليمين الطرف الأول خمسة زائد ثين على اليسار الطرف الثاني العدد الثلاثة عشر ولاحظ عزيز الطالب الحرف أو الرمسين إنه يسمى متغير إذن لدينا هنا معادلة ولدينا هنا متغير فما هي المعادلة وما هو المتغير لماذا خمسة زائد سين يساوي ثلاثة عشر تسمى معادلة عزيز الطالب لاحظ ما يلي المعادلة هي مساواة بين طرفين تحوي متغيرا واحدا أو أكثر إذن حتى يكون لدينا معادلة لابد من وجود طرفين متساويين ولابد من وجود متغير أو أكثر في هذه المعادلة ولاحظ أيضا عزيز الطالب أن المتغير سين مثلا هو حرف يقوم مقام عدد من الأعداد المجهولة إذن المتغير سين هو حرف يقوم مقام عدد أو يحل محل عدد من الأعداد المجهولة التي تكون موجودة في المعادلة الآن أبناء العزاء لنرجع إلى سين زائد خمسة يساوي ثلاثة عشر هذه عزيز الطالب كما ذكرنا قبل قليل هي معادلة الطرف الأيمن فيها أو الطرف الأول سين زائد خمسة ويحوي المتغير سين والطرف الثاني هو العدد ثلاثة عشر لاحظ هنا عزيز الطالب إشارة المساواة وعلى اليمين كما ذكرنا طرف أول هو سين زائد خمسة وعلى اليسار على يسار المساواة طرف ثاني هو العدد ثلاثة عشر إذن لدينا هنا معادلة المتغير فيها هو سين سين زائد خمسة يساوي ثلاثة عشر هي معادلة والمتغير الموجود فيها هو سين أيضا بالمثل خمسة وعشرون ناقص عين يساوي عشرة لاحظ المساواة خمسة وعشرون ناقص عين هي طرف أول والعدد عشرة هو طرف ثاني وخمسة وعشرون ناقص عين يساوي عشرة هي معادلة المتغير فيها هو عين كذلك صاد ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين المساواة في الوسط طرف أول على اليمين هو صاد ضرب ستة طرف ثاني على اليسار هو العدد اثنين وأربعين وصاد ضرب ستة يساوي اثنين وأربعين هي معادلة المتغير فيها هو صاد أما ستة وثلاثون تقسيم نون يساوي تسعة فهي معادلة لدينا هنا إشارة المساواة الطرف الأول ستة وثلاثون تقسيم نون الطرف الثاني هو العدد تسعة وهي معادلة كما ذكرنا المتغير فيها هو نون أبناء العزاء تذكروا ما يلي أولا المعادلة هي مساواة بين طرفين تحوي متغيرا واحدا أو أكثر وتذكر أيضا عزيز الطالب أن المتغير سين هو حرف يقوم مقام عدد من الأعداد المجهولة هذا بالنسبة للمعادلة والمتغير وماذا بالنسبة لحل المعادلة فماذا نعني بحل المعادلة وكيف نجد حل المعادلة هذا ما نتعرف عليه معا عندما أعود إليكم بعد قليل أهلا بكم أحباب الطلاب مجددا الآن ماذا نعني بحل المعادلة وكيف نجد حل المعادلة في البداية دعونا نتعرف أحباب الطلاب ماذا نعني بحل المعادلة عزيز الطالب حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الموجود في المعادلة كما ذكرنا فالمعادلة يكون موجود فيها متغير وحل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الذي يحقق المساواة في المعادلة الآن أحباب الطلاب خمسة زائد سين يساوي ثلاثة عشر كما ذكرنا فحل المعادلة هذه المعادلة هو إيجاد قيمة سين الموجودة في المعادلة وهي المتغير المجهولة قيمة سين مجهولة وسنبحث عنها وعند إيجاد قيمة سين نكون قد حلينا هذه المعادلة إذن حل هذه المعادلة أحباب الطلاب هو إيجاد قيمة سين المجهولة بالمثل خمسة وعشرون ناقص عين يساوي عشرة حل هذه المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير عين الموجود في هذه المعادلة الآن عزيز الطالب تذكر أن حل المعادلة هو إيجاد قيمة المتغير الموجود في المعادلة ولكن كيف نجد حل المعادلة؟ هيا بنا نتعرف معا كيفية إيجاد حل المعادلة لإيجاد حل المعادلة عزيز الطالب يجب أن نبحث عن قيمة المتغير الموجود في المعادلة التي تجعل المساواة بين طرفي المعادلة صحيحة مرة أخرى لإيجاد حل المعادلة يجب أن نبحث معا عن قيمة المتغير الموجود في هذه المعادلة التي تجعل المساواة بين طرفي المعادلة صحيحة الآن أوجد قيمة المتغير في المعادلات التالية أو حل المعادلات التالية ولنبدأ بالمعادلة خمسة زائد سين يساوي ثلاثة عشر المطلوب إيجاد قيمة المتغير سين الموجود في هذه المعادلة أو حل المعادلة كيف نجد الحل عزيز الطالب فكر معنا عزيز الطالب أن المطلوب أن نجد العدد الذي إذا جمعناه مع خمسة أصبح الناتج ثلاثة عشر سين تقوم مقام عدد مجهول ما هو هذا العدد الذي إذا جمعناه مع العدد خمسة أصبح الناتج ثلاثة عشر بطريقة أخرى أحباب الطلاب خمسة زائد كم يساوي ثلاثة عشر خمسة زائد سين يساوي ثلاثة عشر بطريقة أخرى خمسة زائد كم يساوي ثلاثة عشر بكل سهولة خمسة زائد ثمانية يساوي ثلاثة عشر إذن لاحظ عزيز الطالب أن سين هنا تقوم مقام العدد ثمانية وبالتالي نستطيع أن نقول بأن سين تساوي ثمانية وهذا عزيز الطالب هو حل هذه المعادلة إذن حل المعادلة خمسة زائد سين يساوي ثلاثة عشر حلها هو سين يساوي ثمانية سؤال آخر حل المعادلة أو أوجد قيمة المتغير عين الموجود في المعادلة خمسة وعشرون ناقص عين يساوي عشرة ماذا سنفعل أبناء العزاء؟ بالفعل سنبحث عن عدد إذا طرح من العدد خمسة وعشرين كان الناتج يساوي عشرة ما هو العدد المطروح من العدد خمسة وعشرين ليصبح الناتج يساوي عشرة؟ خمسة وعشرون ناقص كم يساوي عشرة؟ خمسة وعشرون ناقص خمسة عشر يساوي عشرة إذن نستطيع أن نقول وبكل سهولة أن عين يساوي 15 وهذا هو حل هذه المعادلة إذن المعادلة 25 ناقص عين يساوي 10 حلها عين تساوي 15 صاد ضرب 6 يساوي 42 لإيجاد حل هذه المعادلة ماذا سنفعل؟ سنفكر ما هو العدد الذي إذا ضرب في 6 أصبح الناتج يساوي 42 صاد ضرب 6 يساوي 42 ما هو العدد الذي إذا ضرب في 6 يكون الناتج يساوي 42 بالفعل 7 ضرب 6 يساوي 42 وبالتالي فصاد تساوي 7 صاد يساوي 7 هذا هو حل المعادلة صاد ضرب 6 يساوي 42 أيضا 36 تقسيم نون يساوي 9 ماذا سنفعل؟ سنبحث عن عدد هذا العدد إذا قسمنا العدد 36 عليه أصبح الناتج 9 ما هو العدد الذي إذا قسم العدد 36 عليه كان الناتج يساوي 9 36 تقسيم كم يساوي 9 36 تقسيم 4 يساوي 9 إذن نون حلت أو قامت مقام العدد 4 إذن نون يساوي 4 وهذا هو حل هذه المعادلة الآن أوجد قيمة المتغير في المعادلات التالية ثم تحقق من صحة الحل أوجد قيمة المتغير الموجود في المعادلات التالية ومن ثم تحقق من صحة الحل 5 زائد 20 يساوي 20 المطلوب إيجاد قيمة المتغير سين ما هو العدد الذي إذا أضيفه للعدد 5 أصبح الناتج يساوي 20 إنه العدد 15 إذن نستطيع أن نقول بأن سين تساوي 15 هيا بنا نتحقق من صحة هذا الحل هل بالفعل سين تساوي 15 إذن لنرجع إلى سين ونضع بدلا منها العدد 15 في المعادلة 5 زائد سين يساوي 20 سيصبح لدينا 5 زائد 15 هل يساوي 20 بالفعل يساوي 20 إذن نستطيع أن نقول بأن الطرف الأيمن في المعادلة يساوي الطرف الأيسر وبالتالي فسين يساوي 15 هو حل صحيح لهذه المعادلة بالمثل وبطريقة مشابهة 100 ناقص عين يساوي 25 ما هو العدد الذي نطرحه من 100 يكون الناتج 25 إنه العدد 75 إذن عين يساوي 75 للتحقق من صحة الحل سنقول مباشرة 100 ناقص عين والتي ستصبح 100 ناقص 75 كم تساوي 100 ناقص 75 يساوي 25 وبالتالي فعين يساوي 75 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة كذلك أحباب الطلاب صاد زائد 15 يساوي 55 ما قيمة المتغير صاد في هذه المعادلة احسب ستجد أن صاد تساوي بالفعل 40 إذن صاد يساوي 40 هيا بنا نتحقق 40 بدلا من صاد زائد 15 كم تساوي 40 زائد 15 يساوي 55 وبالتالي فصاد يساوي 40 هو الحل الصحيح للمعادلة صاد زائد 15 يساوي 55 سين ناقص 88 يساوي 100 ما هو العدد الذي سيحل محل سين بحيث يكون هذا العدد إذا طرح منه 88 يكون الناتج يساوي 100 سين في هذه الحالة تساوي 188 هيا بنا نتحقق نضع العدد 188 محل سين نطرح منه 88 بالفعل يكون الناتج يساوي 100 إذن فعلا سين يساوي 188 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة 160 زائد سين يساوي 240 ما قيمة سين هنا عزيز الطالب سين يساوي 80 هيا بنا نتحقق من صحة هذا الحل بأن نعوض بدلا من سين بالعدد 80 لتصبح المعادلة 160 زائد 80 كم تساوي؟ 160 زائد 80 يساوي 240 وهو ما يساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن سين تساوي 80 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة 72 ناقص سين يساوي 42 كم تساوي سين في هذه الحالة أبناء العزاء؟ ما هو العدد الذي سيحل محل سين ليكون 72 ناقص هذا العدد يساوي 42 نعم سين تساوي 30 لنتأكد من ذلك 72 ناقص سين سنكتبها 72 ناقص 30 72 ناقص 30 كم يساوي؟ نعم تساوي 42 وهو ما يساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن سين تساوي 30 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة الآن أحباب الطلاب مزيد من التمارين سنتعلمها معا ولكن بعد فاصل قصير أهلا بكم أحباب الطلاب مجددا الآن مزيد من التمارين على كيفية إيجاد حل المعادلة عزيزي الطالب أوجد قيمة المتغير في المعادلات التالية ثم تحقق من صحة الحل المعادلة الأولى 4 ضرب صاد يساوي 12 لإيجاد قيمة صاد المتغير في هذه المعادلة ما هو العدد؟ الذي إذا ضرب فيه 4 يكون الناتج يساوي 12 بالفعل صاد يساوي 3 هيا بنا نتحقق من صحة هذا الحل بأن نضع العدد 3 محل المتغير صاد يصبح لدينا 4 ضرب 3 كم يساوي؟ 4 ضرب 3 بالفعل يساوي 12 وهو ما يساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن صاد يساوي 3 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة معادلة أخرى صاد ضرب 5 يساوي 35 كم ضرب 5 يساوي 35 7 ضرب 5 يساوي 35 إذن صاد تساوي 7 وللتحقق من ذلك نضع العدد 7 بدل المتغير صاد يصبح لدينا 7 ضرب 5 والتي تساوي بالفعل 35 وتساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن صاد يساوي 7 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة بالمثل أيضا 32 يساوي 4 ضرب سين 4 ضرب كم يساوي 32 4 ضرب ثمانية إذن سين تساوي 8 للتحقق من ذلك بالطريقة نفسها 32 يساوي 4 ضرب سين سين تساوي 8 4 ضرب ثمانية يساوي بالفعل 32 إذن سين يساوي 8 والحل الصحيح لهذه المعادلة وإلى معادلة أخرى وهي عين ضرب 9 يساوي 81 عزيزي طالب ما قيمة عين في هذه المعادلة بالفعل عين تساوي 9 وللتحقق من ذلك سنكتب هنا مباشرة 9 ضرب 9 التي تساوي بالفعل 81 وهو ما يساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن عين يساوي 9 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة بالمثل أيضا سين ضرب 15 يساوي 150 كم ضرب 15 يساوي 150 بالفعل 10 إذن سين تساوي 10 لذلك عند ضرب 10 في 15 الناتج يساوي 150 ويساوي الطرف الثاني في المعادلة الموجودة إذن سين يساوي 10 هو الحل الصحيح أيضا لهذه المعادلة بالمثل كذلك أحباب الطلاب عين ضرب 6 يساوي 120 ما هو العدد الذي إذا ضرب في 6 يكون الناتج 120 بالفعل عين هنا تساوي 20 لماذا؟ لأن عين التي نعوض عنها بـ 20 إذا ضربت في 6 يكون الناتج يساوي 120 ويساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن عين تساوي 20 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة 25 يساوي صاد ضرب 5 صاد ضرب 5 يساوي 25 ما هو العدد؟ الذي إذا ضرب في 5 يكون الناتج 25 إنه طبعا صاد يساوي 5 إذن للتحقق من ذلك 5 ضرب 5 يساوي 25 ويساوي الطرف الأيمن في هذه المعادلة إذن صاد يساوي 5 هو حل صحيح لهذه المعادلة كذلك 11 ناقص سين يساوي 0 11 ناقص كم يساوي 0 11 ناقص 11 يساوي 0 إذن سين تساوي 11 هيا بنا نتحقق من ذلك ونطرح 11 ناقص سين سنكتب بدلا منها 11 ناقص 11 والتي بالفعل يساوي 0 وهو ما يساوي الطرف الثاني في المعادلة إذن سين تساوي 11 هو الحل الصحيح لهذه المعادلة أيضا أبناء العزاء اختر الإجابة الصحيحة فيما يأتي لدينا هنا السؤال التالي لدى أشرف 74 رسالة في بريده الإلكتروني قرأ منها 34 رسالة إن المعادلة التي تعبر عن عدد الرسائل التي لم يقرأها أشرف هي هل هي سين زايد 74 يساوي 34 أم 74 ناقص سين يساوي 34 أم سين تساوي 74 زايد 34 لاحظ عزيز طالب المطلوب المعادلة التي تعبر عن عدد الرسائل التي لم يقرأها أشرف إذن ما هي المعادلة المناسبة إنها المعادلة الثانية 74 ناقص سين يساوي 34 إلى سؤال آخر وأيضا اختر الإجابة الصحيحة حل المعادلة سين زايد 8 يساوي 32 يساوي هل يساوي 40 أم 24 أم 4 سين كم تساوي في هذه الحالة عزيز الطالب ما هو العدد الذي إذا أضيف إلى ثمانية يكون الناتج ساوي 32 نحن نعلم أن 24 زايد 8 يساوي 32 وبالتالي فإن سين تساوي 24 إذن الحل الصحيح لهذه المعادلة هو سين تساوي 24 أيضا حل المعادلة 72 ناقص سين يساوي 42 يساوي 43 أم 73 أم 30 ما قيمة سين ما هو العدد الذي إذا طرح من 72 كان الناتج يساوي 42 72 ناقص 30 يساوي 42 إذن ما قيمة سين عزيز الطالب بالفعل إنها تساوي 30 إذن حل المعادلة 72 ناقص سين يساوي 42 حل هذه المعادلة هو سين تساوي 30 حل المعادلة سين ضرب 11 يساوي 110 يساوي 10 أم 20 أم 30 ما هو العدد الذي إذا ضرب في 11 يكون الناتج يساوي 110 بالفعل إنه العدد 10 ف10 ضرب 11 يساوي 110 والحل الصحيح لهذه المعادلة أن سين تساوي 10 حل المعادلة 2 ضرب سين يساوي 4 يساوي هل يساوي 2 أم 5 أم 21 لنرجع للمعادلة 2 ضرب 2 يساوي 4 إذن سين تساوي 2 وهذا هو حل المعادلة 2 ضرب سين يساوي 4 حل المعادلة حل المعادلة سين يساوي 5 ضرب 33 يساوي 4 أم 32 أم 165 لإيجاد قيمة سين ما هو العدد الذي يساوي ناتج ضرب 5 في 33 5 ضرب 33 يساوي 165 إذن الحل الصحيح للمعادلة هو سين يساوي 165 الآن السؤال الأخير في هذا الدرس عزيز طالب هو نشاط للمتفوقين وحل المعادلة الآتية 30 ناقص 2 يساوي 7 بذلك أحباب الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم والذي تعلمنا فيه مفهوم المعادلة مفهوم حل المعادلة وكيفية إيجاد حل المعادلة في الختام لا يسعني إلا أن أتمنى لكم دوام النجاح والتفوق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة